اهلا بكم مشاهدين الاترام في فقرتنا الرئيسية اللي بننتظرها جميعا والاخيرة واحورنا الموسع مع استاذنا الجليل المفكر الكبير واستاذ العموم السياسية الاستاذ الدكتور علي الدين هلال استاذنا الجليل اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك كولسا وانت طيب وعلى كل المصفين بخير في ذكرى زحيل سيناء ربنا ايدي عليك بخير يا فنم طبعا انا حضرتك في الفقرة السابقة لا يمكن اترك نفسي دون انا اسألك عما كنا نتحدث عنه كنا نتحدث عن هذه الاحتجاجات الكبيرة اللي غير يعني اللي لم يسبقها في هذا الحجم تقريبا تقريبا الا عام 68 في كولومبيا نفسها ثم انتقلت بقى الى فرنسا وحدثت صورة شباب مايو 68 حضرتك شايف اللي بيحصل في امريكا ده ايه بالضبط شوف عدة اشياء جزء منها متعلق بالتغير الجيلي والتطلعات للجيل الجديد من الامريكيين وغيرين في العالم لكن بشكل اقوى في امريكا جزء منها ان هذا الجيل في حجم مبادئ قيام مثل عليا وبدأ يشوف هذا الجيل الهيبوكراسي المفارقة بينما يقال ما يفعل تبني امريكا من ناحية النظرية لحقوق انسان ومبادئ عليا ومسل عليا وان امريكا دي هي حاملة لواء الفضيلة والمبادئ ثم الممارسة الواقعية والسكوت وتبرير على اعظم جريمة انسانية لغد وقته في القنط الواحد والعشرين يعني نظائرها محدودة جدا في العالم يمكن اخيرا معي غوزلافيا وسربيا حاجة زي كده الحاجة التالتة ان في هذه الازمة تدخل السياسيون لمحاكمة رؤساء الجامعات لو تسور حضرك في ديسمبر الماضي لما مجلس النواب عملوا لجلة السماع وجابوا رؤساء جامعات منهم ثلاث سيدات رؤساء جامعات ام اي تي وهارفرد وبنسلفينيا دون ناس محترامين دي الجامعات فيها الف فيها واحد في العالم نهائي يسموها الايفي الايفي يعني اعلى جامعات في الجعالم وفي امريكا طبعا وبدأ السياسيين النواب يسألوهم اسئلة تحريضية استفزازية الناس التزموا وقالوا ما يبلغ ضمائرهم ان الجامعة هي مكان للتعبير عن الرأي وان الجامعة هي مكان للتعبير عن الاختلافات في الرأي مميزه هناك في التفكير الامريكي وفي الامرسة في الحاجتين حريتك ان تقول ما تشاء لكن قيود على حريتك في الفعل يعني اقول انا موقفي بالقضية كذا وكذا وكذا لكن اذا اردت ان تقوم بسلوك في اعتداء على اخرين يقولك لا قف فالتزبوا بهذا النواب يحتاري محورية الرأي استمرت الضغطة اثنين من الثلاثة استقالوا استقالوا بين سلفينيا وهارفورد الام اي تي يعني عامل كده شوية تبريرات وهي نفسها يهودية فاستمرت الجديد بها هنا كمان ان مجلس النواب رئيسه مايك جونسون من حوالي اسبوع عشر تيام قال انني اندهش موقف الجامعات الى اخيره واذا لم يتحرك رؤساء الجامعات فاننا سوف ندعو الحرس الوطني الناشنال جارد للتدخل عشان نشرح دي يعني في امريكا البوليس شأن يطلب كل ولاية يعني واشنطن رئيس بايدن مالوش علاقة بامور البوليس الداخلة في شأن كل ولاية على حد وبتالي حفظ الامن والاستقرار الحوادث لكوة تيام اسمها الناشنال جارد الحرس الوطني ده قوة فيدرالية تشمل كل ولاية لا ولها فروع وجود في كل ولاية لكن دي تتحرك بناء على امر فيدرالي وتستخدم لما يكون فيه مشكلة تعجز الولاية عن التعامل معها فهدد باستخدام يعني ما معناه يا رؤساء الولايات إذا انتم ما تعملتوش مع هذه الأمور من خلال البوليس بتاعكم سوف ندخل السلطة الفيدرالية وبالفعل يعني ودي أحد المرات النادرة في التاريخ الامريكي تدخل الشرطة في الحرم الجميعي اللي أغلب ومش جمعات صغيرة كولومبيا برينستون سادر كاليفورنيا تيكساس وتقبض على الناس الولاد عن مثلا خيم كده ولا حاجة تشيل الخيم وأكثر من خصويت واحد ثلاثة أربعة تيام اللي فاته تم فبدو يعني ليه حصل يعني ليه الجماعات بقى انصاعت في الآخر قوة المال وده برضو يعني يرجعنا لأننا نحن نتكلم على استقلال الجماعات والجماعات الأمريكية ساعة الجد الممولين كبار الشركات هددوا إذا انتم أوقفتوش هذه الشيء إحنا حنتوقف عن التبرع للجماعة وقف التبرع يعني إفلاس الجماعة أو ترفع الرسوم بتاعتها ما يجيهاش حد آآ 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 آخيرة كيف استثمرت إسرائيل واللوبي السهيوني هذا الموضوع حولوه تسمعني أسأل سؤال قبلها فضر الفن فضر ستين بردو طبعا احتجاجات طلبة الجماعات كانت تتعلق لوضع داخلية تتعلق بالحرب والسلام مع إسرائيل الولايات المتحدة الأمريكية هذه القارة البعيدة جدا عننا هذا الحجم من الاحتجاجات على قضية في السياسة الخارجية في شرق أوسط بعيد للغاية ده بيحكي سيئة دكتور في الثقافة الأمريكية هي بعيدة وقريبة هي أمريكا بعيدة جغرافيا عن الشرق أوسط لكن قريبة جدا منه سياسيا ومعنويا وإخلاقيا قريبة منه تاريخية الولايات المتحدة هي القوى المهيمنة القوى المسيطرة منذ حرب السويس حرب السويس ستة وخمسين تأمين الشاركة السويس والحرب الأدوان الثلاثة على مصر كان أحد أهم من نتائجه اندحار النفوذ البريطاني والفرنسي والصعود الأمريكي من آخر الستينيات لغد الوقت أصبحت أمريكا هي القوة صاحبة الأمر والنحي وهي لها قواعد عسكرية في عديد من دول المنطقة تربطها بدول المنطقة علاقات اقتصادية واستراتيجية واستخباراتية وطبعا مد بالسلاح ومد بالتكنولوجيا لما حصل غزو العراق للكويت أمريكا هي القوة اللي بتعمل تحالف دولي وبتعمل كذا إلى أخيه بعد كده في كل حاجة بقى لما وضوع داعش هي اللي بتقول تحالف دولي النهار دي تقول لك عاملة تحالف دولي في البحر الأحمر هي هي يعني هي وليت وليت الأمر اللي فردت نفسها على البلاد دي فيابقوا من اندهش حط بعد كده إن اللومي اليهودي والعلاقة الخاصة اللي بين أمريكا وإسرائيل كل شيء يتعلق بإسرائيل هو أمر داخلي في أمريكا إسرائيل مش دولة من المئتين دولة اللي في العالم أمريكا تعمل علاقات معهم يعني الطلاب يشعروا بيد حالة طلابك اللي تقدرستهم في أمريكا أو في كندا بنفسك شعرت إنه إن إسرائيل لها وضع خاص إن إسرائيل تربطها بأمريكا علاقة خاصة ساعاتي يسموا إسرائيل لتل أمريكا أمريكا الصغيرة ويعملوا المشابهات هي كيف نشأت أمريكا مستوطنين إسرائيل مستوطنين وبرضو خد بالك إنه في كده مشابهة ما حايش بياخد باله منها إن الأمريكان الأوائل أبادوا اللي هم للحمر السكان أصلي السكان أصلي نعم فيعني يعني فالدور ده بقى الدينية تغيرت معلومات أكتر في جالية عربية وإسلامية أكبر في الأقطر حياتي طبعا نقل مشاهد القتل والدمار حي للناس فبقاش الموضوع أن أنا بيسمع البرنامج يقوله وحدث كيت وكيت وكيت بحتالي يحتمل خطأ والصواب الكذب والحقيقة لا ده بدأ شكل مباشر طب النقب اللي بتخرجها هذه الجماعات اللي أنت وصفتها وده معروف يعني ده الجماعات الأعلى النقب اللي هتخرجها الجماعات يعني أنا لفت نظري مثلا حاجة زي معهد ماسيوتس للتكنولوجيا الـ MIT تعامل استطلاع داخلي جواه قال إنه 75% من الطلاب ضد التعاون ما بين المعهد وبين إسرائيل وقطعوا كل العلاقات الاقتصادية دي النقب شبه كمان في فرنسا عندنا فرنسا مع دولم السياسية عمل مظاهراته الآن دخل تاني والسربون وفي انجلترا يا ترى ده مدى المتوسط بيعكش ايه على النقب اللي بتسموها في دولم السياسية النقب الاستراتيجية يعني إذا كان التصور اللي دول لما حيطلعه ويخش المخابرات والسي اي اي حيحملوا معهم هذه الافكار حبقى حزر جدا يعني لن اعتبر ان ما يحدث هذا مؤشر ايوا لان النقب الاستراتيجية في الولايات المتحدة حتصبح اكثر تفاهما للقضاء الفلسطينية بعد عشر سنين ليه دول لسه شباب لم يتولى منصبا لم يعين في مكان لا يعرف بعد فساد وتعقيدات الحياة ولم يرى ضغوط وصطوة رأس المال على الحياة الامريكية يعني ما شفش لسه يعني الشباب رمز ضمير المجتمع ضمير المجتمع بعضهم حيحتفظ بكلامهم وبعدين برضو هم يعني يعني لو حت يعني حتبناش كثير من دول لو حتقوله رأك ايه مثلا القضاء على الاسرائيل لا طبعا ما فيش قضاء على الاسرائيل هم بيدينوا في هذه اللحظة التجاوزات الإجرامية اللا إنسانية للجيش الاسرائيلي واكتر للمستوطنين تحت حماية الجيش والشرطة الاسرائيلية دو شايفين ده شيء لا يمكن قبوله لا يمكن تبريره لا يمكن السكوت عليه ما يملكه انه بيقوله لأ اوقفوا هذا التعامل اوقفوا هذه الجريمة إنما يعني سوف يتوقف التاريخ والباحثين السياسيين أمام ما حدث في الشهر اللي في الدوات طب دع لوني عكاسات على الحرية الأكاديمية ده اللي كنت لسمه اللي حدثك عليه طبع صحيح إنه إسرائيل يعني أنا سمعت خطبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بالإنجليزي يقول اوقفوا هذه المعادلة السامية إن الطلاب اليهود يخافون الزياب إلى الجامعة هو حول الموضوع من نقد لسياة السياسة الإسرائيل في قضية في قضية محددة صحيح اللي هي غزة وضفة الغربية وتجوزات إسرائيل والإسرار على استكمال العملية العسكرية العدوان على رفح حول دي إلى معادلة السامية ودي ما فيش جي كل مرة إسرائيل تتزنق تقول دي عملية معادلة كلمة معادلة السامية حتخوف أي مسيحي غربي أوروبي أو أمريكي برغم الوضع كان في أوروبا على طول النازية وحر اليهود وهي دي معادلة السامية اللي نجحت فيه إسرائيل توسيع هذا المفهوم ليشمل أي نقد لسياسة إسرائيل بحيث أصبح إسرائيل محصنة يعني هي لا تريد أن تلتزم بالمبادئ الأخلاقية وده القنون الدولي التي تطبق للجوال العالم يبقى هي لها قانون بذاتها وتعفى من المسؤولية الأخلاقية الأخرى وأعتقد هو ده اللي يمكن إعلمنا العودة إلى قضية قديمة التمييز بين نقد إسرائيل ومعادة السامية صحيح يا أخوانا فيه فرق كبير جدا بين نقد إسرائيل ومعادات السامية نقد إسرائيل ده أنا معترف في دولة إسرائيل إن هذه الدولة تمارس أمور لو مارستها مصر تنتقد لو مارستها أمريكا إنجلترا فرنسا تنتقد ده بتعامل إسرائيل شأنها شأنية دولة أخرى هي بدغير فيه بقى معنى هنا غريب جدا إن إسرائيل بتعتبر نفسها وصية أو حامية ليهود العالم لا يا أستاذ الشباب اللي في الشباب اليهود اللي في أمريكا دول مواطنين مواطنون أمريكيون صحيح يعني حماياته من سلط الأمريكيين كون إن إسرائيل تقول أتى الله واليهود يتخافون وكأن إسرائيل نصبت نفسها راعية ليهود العالم ده برضو معنى خطير ولا يتصخ مع القوين الدولي ولا مع أي أعرف دولية طيب عن مستوى الأبعد حضرتك كنت حذر من موجود تغيرات تطرع السياسة الأمريكية أو نخبتها الاستراتيجية بس عن مستوى القصير هناك يفصلنا عن انتخابات الرئاسة الأمريكية ستة أشهر تقريبا وهذه التفاعلات أتت يعني بشكل واسع من فئة وهناك زميرتنا أمل مختار من مركز الأهرام الحياة رجعت تستطيعات رأي على جيل الشباب والأجيال الأكبر مش بس الطلاب يترى وهناك طبعا متغيرات أخرى محاكمة الرئيس ترامب الوجودة والمحكمة العليا اللي أرجعت ما يتعلق بالانتخابات إلى ما بعد تفاعلات كثيرة يترى هذا العنصر في خلال ده مدى قصير جدا ستة أشهر حيكون له تأثير إيه على الانتخابات الأمريكية شو دلوقتي حينا أخذ حتة فلسطين الانتقاد الذي يتعرض له الرئيس بايدن من الجناح اليساري هو حزبه عدد من نواب في البرلمان ثم من الشباب ثم من الجالية العربية الكبيرة في بعض المحافظات يعني مدينة زي ديترويد السيارات الكبيرة نعم في جالية عربية إسلامية كبيرة ويمكن إيه المعضلة ما أقول لك أحمد زي زي سيد أحمد وهو ترامب ألعن يعني الفكرة كلها أنت بايدن واخد هذا الموقف وترامب يقول لك أنه لو كنت في الحكم ما كانت حماس تجرؤ تعمل اللي عملته ده خيام حماس بهذه الفعلة زي يقول لك أنك رأ اللي هو بيقولها إن دوت هو استهانة بالقوة الأمريكية وتأكيد للضعف الأمريكي الذي يتسبب فيه بايدن ومن ثم يعني يعني هو بالنارين المواطن الأمريكي من أصل عروي إما أنه هو لن يشارك في التصويت أصلا اللي امتناع عن التصويت أو يضطر ياخد أقل الشرين أمه يعني لو كان بايدن واخد موقف آخر كان فيه بديلين أمه لأ أنت ما عندك شو بديلين اللي اتنين بيؤيدوا إسرائيل تأييدا آه بلا حدود أمه هل ده يعني يؤدي فيه إذا هي حركة غير ملتزم اللي موجودة الآن في أوساط أمريكية كتير هل ده ممكن يذهب بعض الأصوات اللي رفضة للتنين إلى مرشح لم ينجح لكن هو مرشح مستخيل روبرت كينيدي جينيور ممكن أول ممكن أول يعني بقى يأم تاني عن التصويت يهدي صوته ليه مرشح آخر طبعا بس عشان برضو مدام تذكرت اسم روبرت كينيدي هو روبرت كينيدي ده من أسرة كينيدي التاريخي صحيح اللي هي بدأت بروبرت جون كينيدي اللي هو رئيس الأمريكي 61 حاجة زي كده 60 61 ولي كان له مراسلات شهيرة مع الرئيس عبد الناصر صحيح وكان ده رئيس أمريكي تفهم أو بدأ في تفهم القضيين الفلسطينيين و ونعيز فهم ووقتها الرئيس عبد الناصر بعت له جواب كان العبارة الشهيرة فيه أعطى من لا يملك إلى من لا يستحق على وعد برفور من بريطانيا التي لم تكن تملك وعدت بوعد إلى من لا يستحق الحركة السهينية اتقتل جون كينيدي و ذهب دمه كده أدراج الرياح وكان اللي بيترشح بعده أخوه الأصغر روبرت الأكبر روبرت الأكبر واللي هو برضو عشان التاريخ الناس نتذكره اتقتل بالشاب فلسطيني صحيح اسمه سرحان صحيح سرحان بشارة سرحان صحيح وسرحان ده أنا كده كنت أقلل في الجرائد من أسبوعين ثلاثة قدموا دته وخرج من السكس قاتل روبرت كيني الأب يعني فأنا عايز أقول طبعا بعدها الأسرة اختفت من المسرح السياسي لكن عايز روبرت كيني دي اسم أسرته لا أسطورة صحيح والأرجح أنه هو مرشح نفسه هذه المرة كتجربة كبروفة يدرب فيها نفسه يدرب بيها الجهاز بتاعه المكينة السياسية اللي بنيها أو اللي حيشتغل بيها إنما أعتقد إذا واصل يمكن أن يكون مهددا ويحصل على تذكرة أو بطاقة الترشيح من الحزب الديموقراطي في المستقبل وممكن تبقى هذه الاحتجاجات الشبابية والعربية النواع النواع له هذه المرة وإنه هي يعني 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 عندهم إما المتعلق على التصويت أو الذهاب للتصويت للمرشح الثالث طيب انتقل ملف آخر ليس سبعيد أبدا لكن ما حدثت متابعه بدقة شديدة وهو يعني التسارع الوساطة أو التدخل المصري لإنجاز صفقة إيقاف إطلاق النار وتبادل العصرة وإنفاذ المساعدات وغيره والنهاردة يعني المصادر المصرية المطلعة أكدت وجود وفد مصري أمني مختص متخصص أنه كان فيه إشاعات طلقت على أنه لا مسؤولين سياسيين أمني كبار كان فيه إشاعة أنه لوعب بس كامل هو رئيس الوفد غير صحيح ده غير صحيح طب وتم ناحية هذا وفد المصري المختص موجود أخبار المتوفرة بعدها أن هناك تقدم ملحوظ ده عن مصادر مصرية وإسرائيلية وأنه يعني مصادر إسرائيلية بتقول أنه ما قدمته مصر من المبادرة ما حدش يعرف تفاصيلها ليس لكن يبدو أنها ليست كالمبادرات السابقة بعد التفاصيل اللي أزيعت تلقى قبول من كل الجهات في إسرائيل بشكل واضح إلا نتنياهو الذي لم ينطق بعد أو عنده بعض التحفظات طبعا سيموتريتش وصديقه من جفير المصاب اليوم قال أن هذا انتصار حاسم لحماس لو قابلت إسرائيل وكارثة وهزيمة كارثية لإسرائيل ويجب أن نحن حتركوا الحكومة الموقف حدك أنت متوقع حدك في ظل التداعيات الكبيرة جدا ومخاطر الخاصات الرفحة وغيره إلى ما سنصل ومتى شوف حضرتك المتابعة بتوري أن عندك ازدحان في المعلومات بعضها خاطئ وموجه وبعضها بأقرب إلى الصحة ما حدش غير الوافد ده يعرف إيه طبيعة هذا المشروع المصري أني ما نتذكر أن كل المحاولات بقت بالفشل فيها آخر موفوضات كانت هنا في مصر وكان فيها وفود من قطر وأمريكا وإسرائيل وإحنا بعد كده تذكر رئيس الوزراء القطري تلي عمل بيان وقال إن قطر تعيد النظر في دورها في الوسطة صحيح وقال كلام كده عام لك ممكن تفهمه لو عايز إن إحنا فوجينا بعض الأطراف في الغرف المغلقة يقوله كلام يحن وسعين نقبل كذا وكذا وكذا لما نطلع برة يقول لأ ما قلناش هو ما حددش يقصد من هل يقصد حماس ولا الإسرائيلي وبعتده أثير كلام إن قطر قد تطلب من حماس مغادرة قيادتها سياسية قيادة سياسية تطلب نعم قيادة سياسية الحماس اللي هو إسماعيل هنية والمشعل والناس دول خليل الرئيس التوركي قال أو أكد إن قطر لن تطلب منهم كذا كذا طب إنت عندك جو كده من الغموض في هذا الأمر مصر استمرت في تحمل مسؤولية وده شيء يحمد للأجهزة المصرية المتابعة لزي الموضوع وعملت طرح جديد الكلام بيتقال شوفوا المعلقين السياسيين الفلسطينيين أنا استمعت لهم من النهاردة كلهم يقولوا عمل أقرب بالمستحيل إمكانية نجاح هذا العمل أقرب ما يكون للمستحيل في نفس الوقت نفسي أقولك إسرائيل لا منفتحة والحكومة الإسرائيلية مدية للوفد المفاوض الإسرائيلي مرونة أكبر صحيح مما جمعته يبدو أن المخترح المصري بحاول يربط كذا حاجة ببعض يعني مش كلام كده مطلق والله يا حسن وقف الحرب إطلاق المحتجزين الإعانات الغزائية يبدو أنه عامل حاجة مركبة مثلا مثلا نقول مثلا في أول مرحلة حنوقف الحرب لمدة كذا أسبوع يترفق معاه إن حماس تفرج عن كذا واحد مرأة الواربعين مرأة الواربعين مرأة الواربعين كذا واحد في نفس الوقت يسمح به الإغافة الإنسانية كذا حاجة الجديد بقى في المبادرة المصرية في نفس الوقت يبدأ الإعداد لموضوع دولة فلسطنة سياسي نعم أنا رأيي هو ده ده الجديد الجديد صحيح إنك ربط ربط تلت أربع مسارات يعني يقول في مرحلة يقولي يحصل كذا 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 فيما يتعلق بهذه الأور الأربعة بعدها بستة أسابيع أي أن كان المدى الزمني نعم ففكرة التجميع بين إنك تقول من تحاصل نفسك في حاجتين وقف إطلاق النار وكان في حاجة خمسة كمان هو عودة الناس الفلسطينيين إلى شمال غزة فأنت عايز تعمل زي خريطة عمل أو طريق رودماب تقول الفترة الأولى هيصل فيها على مستوى وقف إطلاق النار كذا على مستوى المحتجزين كذا على مستوى الإغاثة كذا على مستوى عودة الفلسطينيين كذا أعتقد الطرح ده بغنى أن تفاصيله اللي أنا ما سمعته شي هي حماس رعيعية من الواضح يا أستاذ دياء كل الأطراف تتعامل أن تحت ضغط فضيع تحت ضغط تحت ضغط كل الحماس تحت ضغط هي طبعا عارفة ماذا يحدث فلسطينيين وماذا جرت عليهم من ويلات صحيح فإذا هو عايز هو أيضا عايز يوني الحرب بش عايز يوني الحرب ويحصل على ثمن طبعا يعني يقول للناس البهدلة والخراب اللي حصل ده في مقابله هيحدث هذا هو بالنسبة له أهم حاجتين عنده وقف إطلاق النار وقف إطلاق النار المعونات الإغاثية ونتحرك في طريق دولة فلسطين طب عايز أقف هنا وقول لك جملة اتفاد لأنه بتأكد كنا بحضان مبارح في اليوكالي ترويترس سيد خليل الحية القيادة في حماس عمل حديث ملفت للغاية أعمل شخصك طلعت ليه أو لا وتحدث فيه عن كلام جديد بما فيه أن حماس ستتخلص من جنحها العسكري عندما يتم الاتفاق على اتفاق سياسي وانتدار غزة بمعرفة منظمة التحرير الفلسطيني وأكد أننا سننضم وأنها هي الجهة الوحيدة هل ده بيجي في توقيت بتطرح فيه مستاذ المبادرة بس علمتني علمتني الحياة يعني أخد كده أي مؤشر لكن ما عولش عليه غير لما يتم تنفيذه أو يتم نقعد ده هتصيح صحفي للموجه للناس لما هيقعد مع المفاوضين المصريين يقولون أنه نتزم بكذا هايسألوه السنوار موافق لأن مفتاح الحل مش في الهنية يحي السنوار في يد السنوار اللي هو بيحارب هل المقاتلين مقابلين كذا وربما لابد من التأكد أن فعلا المقاتلين وفيها على كذا السنوار تحت ضغط لا يقل على الضغط اللي كذا أول حاجة أول ضغط أسر المحتجزين صحيح مظاهرات بعشرات الآلاف في كل المدن الحماس عملت حربة نفسية من يومين وطلعت شاب صغير بيتكلم شاب المحتجزين والشاب ده انتقد حكومة إسرائيل وقالت تبعتونا ولم تقعد المهتمين طبعا ده وقع النفسي على الرأي العام أسرته أسرت مئات الناس لما واحد من المختطفين دول أو المحتجزين يقول هذا الكلام فضغط طبعا فيه الضغط اللي بتوما رسول الولايات المتحدة لا فيش كلام تيما تعالى في جانب الإنسانية وفي جانب الإغاثة فإسرائيل أيضا تحت ضغط وكل العزلة الدونية بتنتعى في العالم كله تيما تعلق إيه وقف إطلاق النار وقف حتيجي تقول وأنا برضو قدر منها الصراحة لا يضر نعم مش كلها لكن قدر منها تمام وهو لازم كمان أنا قلت هنا عدرك هنا لازم الحرب تخلص يبقى الصنوار وحمسهم في إيدهم حاجة يبيعوها للشعب الفلسطين صحيح ولازم نتانياه وحكومته صحيح يبقى معهم حاجة دي اللي يعني الكل كاسب وين وين فدلوقتي هو طب حيقول للناس يعني بعد الضرب أطول حرب أخذتها إسرائيل بشكل مستمر متين ولا متين واتنين يوم مئات القتلى إلى آخره لازم حيقول مثلا الإفراج تم الإفراج عن المحتجين إلى آخره لكن في ناس يقولوا حاجة تانية يجوز ياخد التمن أن دول عربية كبيرة تعترف أو تبدأ تطبيع مع إسرائيل يعني بدأت بعض تقارير أن بلينكل يشتغل في هذا المجال الفكرة أنه يبقى الدولة العربية كبيرة اشترطت وقف إطلاق النار كان فيه كلام عن يعني بناء علاقات إلى آخره توقف السابق الحرب أمريكا حريصة جدا عليها نعم فربما يكون ده فلما نتناه في آخر الحرب يقول أنا عملت كذا عملت كذا وقضيت على شوكة حماس ورجعت المحتجزين وبدأت خطوة جديدة على طريق التطبيع مع الدول العربية سؤال الأخير لأننا احنا خدنا ربع ساعة وبراءة برضو عايز أقول حاجة ومصر مضغوطة عشان برضو يقول كلام لوجه ربنا مضغوطة من إيه مصر لا تريد حرب على حدودها في رفع ومن ثلاثة أيام مصر قالت كلام شديد صحيح صحيح لما قالت احنا بنحذر إسرائيل وأنه ده ممكن يؤثر على المعاهدة اللي بينا وبينكم صحيح يعني مصر عربت عن خلقها الشديد وبرضو يمكن نفهم في ضوء ذلك إن مصر حريصة على الوساطة إلى آخر لحظة طيب ومن نسبة مصر وده آخر سؤال في سؤال التعليق قناة 12 إسرائيلية قناة 12 إسرائيلية وقناة بتقول كل قادة الأمن بمن فيهم وزير الدفاع يؤيدون المقترح المصري ده الخبر الأول خبر الثاني وهو مهم وفي نفس ما صار لهذا قلته قناة 13 الإسرائيليون أبلغوا الوفد المصري أن الإسرائيل لن تسمح لحماس بالتلكأ في المفاوضات إسرائيل عايزة لكن اليد ممدودة إلى اتفاق يتسم بقدر كبير من المرونة وحتى ما بين قوسين تسويات بعيدة المدى ده خلص دي مصادر إسرائيلية لحاديك تعرف يعني الكلام ماشي في إطار اللي حم نتكلم عليه ده إن انت عايز تعمل ما تعملش اتفاق فقط يحل المشكلة الحالية عايز تحل المشاكل العاجلة بشكل متدرج وتفتح الباب في نفس الوقت للأفق السياسي لحل الجزر الجزر والاحتلال الجزر هو إقامة دولة فلسطينية مصبت احنا بإذن الله مكملين يعني مش هنقعد تاني مع بعضنا حسب وقت حضرتك أنا عايز أشكرك بقى لساب تاني لأ العفو أنا قلت قدر من الصراحة لا يضر لا يضر طبعا طبعا فعلى مستوى العلاقة اللي بيني وبينك أنا بحمد ربنا إن إحنا خلصنا إن بيقال حضرتك إن إذا الأهل يلعب ومعك ضيف بتسأل السؤال كده لنضيف وتبدأ تتابع الماتش لأ من الأسف الإضرطش مش قداني للقاء أنا طرقته قلت عشان نخرج نشوفه مباشرة على الهواء ولكن التام صحيح يعني أولوه أساس لا بيقى أحيانا بيحدث أحيانا بيحدث لا ولا تمنى للأهل النجاح النهار المنفوض يا رب إن شاء الله يا دكتور شكرا جزيلا شكرا جدا أستاذنا الجريل وفاكر كبير وأستاذنا أستاذ دكتور علي دي على تشريف حضرتك شكرا يا فادي شكرا يا كرام إحنا خلصنا النهاردة حلقتنا الثانية هذا الأسبوع نسمكم على كل خير وألتقي معاكم إن شاء الله الأسبوع القادم